طيب انت وصلت لحد ايه لوقتي بعد الكلام كده سيد محمد انا كابتن ثلاث يعني مسكت اخر حاجة مع مصر في انجادة اوه اديت اداء اكتر من رائع كادارة كويس قالوا لي ان ديك عايزك ادارة انا كنت تدريب انا اولا عشان ادرب لازم ااخد الدورة الاساسية هنا انا تدخليك تربية راضية اوه وخدتها والحمد لله كملت بعديها اخدنا دورة من رومانيا بعد كده اخدنا اه البرو مع مدربين طبعا كبار زي كابتن انا والسلامة اه كابتن شوق عبدالشافي المدربين اه ربنا قرمني بال بالدورات دي فبرضو خدت اللي هي محاضر كمحاضر في الاتحاد الافريكي للمدربين كنت انا ايما انت انت بخبرتش برضو في كل ده انت هتبقى مدرب ولا هتبقى اداري وده الكلام اللي بقوله اللي صلى الله عليه وسلم لا الدورات دي كنت باخدها ايه كابتن جوهر الله يرحمه يقول لي خلي سنة دورة وثلاث سنين تدريب او اربع سنين تدريب كويس كنت نفس الكلام ده انا باخده ما باخدهش على طول كله عربعه واخدت الدورات وما خدش تدريب لا لا لفيت مصر كلها كابتن في فرق فرق بس للأسف بسكت فرقة دوري ممتاز سنة واحدة بس كانت الشرقية كويس لما صعدت وسبتهم في اخر الموسيقى لكن كأندية مثلا كنادي الاتصالات ولا نادي السكة ولا يعني تخص تحس ان انا خبت خبرتك من الأندية دي كويس وتلاحك كابتن ان انا بقى يعني عايز برضو ان انا اكمل في التدريب استقرت على ايه في اللحظة اللي انا بكلمك فيها دي التدريب ولا قدارة كان تدريب نادي الزمالك بس عزني السنة دي مع مصر فنجالة طيب مين اللي اخترق في نادي الزمالك من السكة الحديد وقالك انت هتبقى أساسي موجود عندنا في نادي الزمالك كان كابتن حمد أمام كابتن رحمة الله عليه رحمة الله عليه قال لك إيه أو كلمك إزاي وقبلك إزاي هو بعتلي عن طريق كابتن أستاذ عصام الحسن كان صحفي قالوا لي كابتن عايز يوعد معاك ويتكلم معاك عدت مع كابتن حمادة وعدت مع كابتن نور الدالي رحمة الله علي كان رئيس النادي أيامها الله يرحمه بصراحة فضل ربنا سبحانه وتعالى فضل كابتن حمادة للأمانة يعني هو اللي مدخلني نادي الزمالك وحببني في النادي لما دخلت نادي الزمالك مضيت على العقد طبعا بنت أي فئة من الفئات اللي موجودة واحد ولا اثنين ولا اثنين وما نقعدت معاهم بقى كان يمكن كابتن فاروق كان موجود كان في بيتك كابتن فاروق استفار رستي لكابتن فاروق يعني كان في اليوم ده كمان كان عايز تمشي يمشي ومش عارف ايه هو يعني حتة التهديد دي برضو فقالوا لي انت عايز ايه يعني عايز كام عايز تعمل لك كام فئة ايه قولت لهم انا فلوس مش عايز غير ان انتوا تضمنوري ان انا لعب لعب ما اتكلمتش في اي حاجة ان انا لعب اساسي فتلعب اساسي اللاجل لهبة اللعيب لهبة مين كان بيلعب في مكانك كان كابتن جمال عبد حميد كابتن ايمان يونس كابتن طريق يحيا كان مصطفى نجم راس حرب اه كان راس حرب كانوا جايبين محمد جابر كانوا جايبين ايمانويل كانوا الاسامة دي كلها موجودة قلت لهم انا لعب اساسي تضمنوني ان انا لعب اساسي انا جاي اما قالك ايه اللعبيت ده اه اقولوا ليه طب ما هو لعبك هو اللي هي اه والله في مستر مقايي ديفيد مقايي هو اللي هيقول انت تلعب ولا لا قلت لهم انا مش هقصر في الملعب لكن انا جاي عايز العب كرة يعني ما كنش فيه مجملات يعني اهلي وزمالك مجملات لا فالملعب هو الفايسر قالوا ليه تمام وانت الملعب الفايسر كويس هتلعب مش كويس هتقعد قلت لهم لا